هنتكلم فنياً أكتر عن حتى عندنا مباراة بكرة مع المقاولين عايزة عرف وجهة نظرك في هذه المباراة وأيضاً عايزة أسألك لأنه اليومين ثلاثة اللي فاتوا كابتن محمد عبدالجليل طبعاً الموديل الفني المقصة أنا أعتقد أن أنت متابع كل التصريحات طبعاً كابتن محمد عبدالجليل قالك يعني إيه أنا قلت اللعبتي تبقى خايفة شوية على لعبت النادي الأهلي في المباراة خايفة من ناحية أنه محدش يخش جامد بس هو عايز يكسب المباراة الناس عارفة المعنى الناس عارفة المعنى بس بتلعب بالألفاظ يا اسلام أيوان برافو عليك أنا يعني بيلعب بالألفاظ لأنه هو مستحيل كابتن محمد عبدالجليل لو هو كان لاعب في الأهلي سابق ومدرب في النادي الأهلي قبل كده ومنتمي للنادي الأهلي إنه هو مش عايز يفوز على النادي الأهلي وما يتمناش أنه هو ياخد التلات نقاط بتوع مباراة الدوري وعماد كده بكر نفس الكلام مع المقاولين العرب مستحيل طبعا يعني هو يقصد المعنى الناس سيئة النية وسيئة التفسير الظن عايزين ياخدوا الكلام للحتة دي عشان لما نادي الأهلي يفوز يقولك لا ده حصل تواطق ده حصل مش عارف ايه فالكلام واضح وصريح ومش محتاج تفسير مننا يا اسلام هو ناس سيئة الظن بتعمل ضغط على كابتن محمد عبدالجليل عشان اللعيبة تظهر بشكل ممكن تعور حد من اللعيبة كنوع من الضغوط ودي ده نوع من الأسليب اللي الواحد ما يتمنهاش مستحيل هو يكون بعد انتماءه للأهلي ده يقول حاجة زي كده أو ما يتمنهاش ان يفوز على النادي الأهلي يعني أنا لو مدرب وانا لاعب سابق وتاريخ في النادي الأهلي وبدرب اي فريق انا يعني اتمنى ان انا هنزل ألعب على الفوز مش على النادي الأهلي ده اسلوبي وطريقتي مع كل الفرق ومش هطلب من لعبتي ان هي ما تلعبش بقوة وتلعبش انما تلعب على الكورة انما الناس التانية دي عايزة تاخد الكلام في حتة تانية غير موجودة طبعا في تفكير اي حد في تفكير اي حد بعد الاخلاء ومبادئ النادي الأهلي عموما انا برضو قلت الكلام ده حتى للكابتال عبدالجريل انا قلت له ان يعني انا موت لما تيجي تبص على تاريخ المباريات ما بين الأهلي والمقصة مثلا ما هيقوله كده ابوكر على العمال والكلام بس انا بتكلم على المقصة كلام اللي اتقال ان تاريخ المباريات 99 و10 من المباريات الأهلي كسبات انا بقولك الأهلي يعني ده يعني مش في احتياج لكده بيفسد فيه فرحة النادي الأهلي لما يفوز يسخن لعيبة الفرق المنافسة دين هي تعمل مشاكل لعيبة النادي الأهلي يعني هي كلها اساليب غير شريفة وغير مطلوبة في الوسط الرياضي